هذا وقد أعلنت مملكة البحرين ودولة إسرائيل عن البدء في تسير الرحلات الجوية بناء على مذكرة التفاهم المبرمة بين البلدين للتعاون في مجال الخدمات الجوية والتي تسمح بتبادل الرحلات الجوية التجارية بين البلدين جاء ذلك خلال جلسة المباحثة الثلاثية المشتركة التي تمت في تل أبيب بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو ووزير الخارجية سعادة الدكتور عبدالطيب الراشد الزياني ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ووزير الخارجية الإسرائيلي جابي إشكنيز وتم خلال المباحثات مناقشة مجالات التعاون المشتركة وتفعيل مذكرات التفاهم البحرينية الإسرائيلية الموقعة في الملامة مؤخرا في ضوء إعلان تأييد السلام ومبادئ إبراهيم وفيما يتعلق بمذكرة التفاهم للتعاون في مجال الخدمات الجوية الموقعة مؤخرا بين وزير الخارجية أنه اعتبارا من مطلع العام 2021 سيتم تسير 14 رحلة أسبوعية بين البحرين وتل أبيب إضافة إلى مطارات أخرى تشمل مطاري إيلات وحيفا وخمس رحلات شحن أسبوعية ومؤكدا أهمية هذه الخطوات في تطوير التعاون بين الملدين في مجالات السياحة والتجارة